السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال صنة ربع الحلوين أهلا بيكم النهاردة إن شاء الله هنخلص يانت ثري الوحدة التالتة وهنتكلم عن دورة حياة النبات زي السان فلاور زهرة عباد الشمس وزي مثلا التوميروز الطماطم هنتكلم في نبذة صغيرة كده عن البابايروس عن النبات البردي ساشنا النهاردة مهم جدا ومبسط وخفيف جدا لأن معظم الكلمات خدمها قبل كده ولكن يا بطل ما تنساش إنك تكبر الصورة وتعلي الجودة ما تنساش إنك تجيب الورقة والألم لازم علشان تكتبوا رأي الكلمات والنقاط المهمة روأ علينا باللايك الجميلة واشتراكك في القناة هيفرق معنا جدا يلا بينا يا أبطال نبدأ مع بعض فيديو النهاردة لاتس جات ستارتد يلا بينا نبدأ بعد ما جهزنا كل حاجة والكراسة والألم بتوعنا فيلا يا أبطال نبص على يانت ثري الوحدة التالتة لسنز فوران فايف دروس الرابع والخامس لما نيجي نتكلم عن دورة حياة نبات الطماطم عباد الشمس أي نبات فدورة حياته عبارة عن مراحل أولا بنزرع البزرة ثانيا بنسئ البزرة نعطاه في الطربة نعطاه في الشمس ثالثا أو بعد ذلك يبدأ الجزور The roots grow under the soil خدناها قبل كده وبعد كده The shoot grows above the soil يعني مراحل فالمراحل دي هنقول أولا بعد ذلك ثم وآخر حاجة هنقول وفي النهاية النبات بيموت يبقى فورست يعني أولا أول حاجة فورست 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 بس تخدم العبارات أو الكلمات الترتيبية دي علشان ترتب الكلام بتاعي وتخلي الكلام بتاعي مرتب ومنصق فورست أولا فورست ناكست فورست ناكست فورست ناكست أفتر بعد خلي بالك في أفتر وفي أفتر ذات أفتر بعد هقول بعد إيه؟ يعني أنا مثلا وأنا بتكلم عن السنفلاور دلوقتي إن شاء الله هتكلم على السنفلاور فهتلاقيني بقول لك بعد أربع شهور النبات بيبقى أطول يبقى أفتر بعد من الكلمات اللي بستخدمها علشان أرتب بعد سبعين أفتر بعد أفتر أفتر بعد وأفتر ذات بعد ذلك يبقى أفتر بس بعد أفتر ذات بعد ذلك أفتر ذات بعد ذلك يعني مثلا مثلا هقول لك يا بطل أفتر ذات بعد ذلك إيه اللي هيحصل مثلا the roots الجزور grow بتنمو under تحت البطل كمل وقال under the soil يا مستر تحت التربة after that بعد ذلك the roots grow under the soil حبيب العبارات دي جميلة جدا انك تستخدمها و finally في النهاية finally 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 في النهاية اخيرا اخر حاجة بقى ان النبات بيموت و دي اخر حاجة في مراحل حياته finally في النهاية نقولها و احنا زعلانين بقى ان النبات بيموت finally في النهاية the plant النبات die بيموت هزود s علشان النبات مفرد dies بيموت دي اخر حاجة في مراحل حياته finally في النهاية the plant dies النبات بيموت finally في النهاية first next after that finally وفي after برضو بعد finally يا ابطال في النهاية يا ابطال papyrus papyrus نبات البردي papyrus papyrus او وراء البردي papyrus papyrus على فكرة هو من النباتات اللي بتحتاج a lot of water كثير من الماء علشان كده هتلاقي papyrus papyrus هتلاقي near the river هتلاقي كده بالقرب من النهر مكانه كده بالقرب من النهر عند نهر النيل مثلا هتلاقي موجود نبات papyrus تمام it needs بيحتاج a lot of water ما يكتير papyrus نبات البردي papyrus 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 month يعني شهر مش يا بطل month شهر وخلي بالك انا بقول month 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 شهر طيب اجمعها هنزود s ايه يعني اللي فيها يعني مسألة اي كلمة بنجمعها او القاعدة بتقول انت بتزود s بس لما تزود s اقراها month هيبقى نطقها كده month يبقى فيه month month وفيه month month شهر والشهور month month two month شهر month four month اربع شهور after four month بعد اربع شهور يبقى month شهر وmonth شهور month month شهر زي شهر ده march شهر ميرس عبارة month شهر sun flower زهورة عباد الشمس sun flower او زهرة دوار الشمس sun flower sun flower sun flower sun flower sun flower sun لأنها بتواجه sun الشمس it faces the sun face يعني ايه يا مستر face يعني يواجه يا بطل وج ويواجه at هي face تواجه بس علشان اتمن اصحاب الاس هزود اس واقول it faces انها تواجه تواجه مين بتبص المين it faces the sun بتواجه الشمس it faces the sun يبقى يا ابطال الحلوين sun flower زهرت عباد الشمس quickly بسرعة حاجة بتحصل بسرعة quickly quickly the plant grows quickly انها بده ينمو بسرعة quickly 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 الولد ده he runs وبيجري quickly بسرعة quickly q u i c k l y life cycle كلمة حلوة ومهمة دورة حياة life cycle the life cycle دورة حياة الفراشة من اول ما بتبقى بيضة المراحل اللي بتمر بيها لغاية لما تبقى butterfly life cycle دورة حياة الانسان ليه life cycle دورة حياة sun flower لها life cycle اي حاجة في الدنيا اي كائن حي في العالم ليه life cycle دورة حياة فانا بقى لو قلتلك يلا يا بطلي تعالى تعالى نتكلم عن او كلمني عن the life cycle of مثلا the sun flower انا طلبت منك تكلمني عن دورة حياة ظهرة عباد الشمس من اول ما هي بزرة لغاية لما تبقى نبات ويموت كمان دورة حياته او اقولك كلمني عن the life cycle of the tomato دورة حياة الطماطم life cycle دورة حياة life cycle life cycle week اسبوع week week after four weeks after two weeks after seven weeks كلمة week يعني اسبوع اسبوع سبعة ايام week 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 w e e k sunlight ضوء الشمس sunlight sunlight sun يعني شمس light يعني ضوء sunlight يعني ضوء الشمس طبعا طبعا the plant needs النبات محتاج sunlight ليه to grow علشان يكبر هكتب لك الجمل هكتب هالك حوضة علشان الناس اللي بتكتب وراي الجمل the plant النبات ماله النبات need لأ زود اسه علشان النبات مفرد the plant needs النبات بيحتاج بتحتاج ايه نبات بحتاج ده sunlight ضوء الشمس محتاجه ليه نبات to grow لكي ينمو the plant needs sunlight to grow sandals الصندل ايه بقى علاقة الصندل بدرس النهاردة ما هم قدماء المصريين كانوا بيستخدموا papyrus to make sandals علشان يعملوا منه صندل وخلي بالك sandals هتحط اس في الاخر وتعتبرها جمع لانه هو فردتين فده ما اسموش ده مش مفرد ده جمع sandals sandals لانه فردتين sandals 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 مستر هو انا ممكن اقول على قدماء المصريين they use لا قولي they used استخدم الماضي انت بتتكلم عن قدماء المصريين استخدموا they used papyrus استخدموا نباتي البردي to make تو بييجي بعدها مصدر to make علشان يعملوا علشان يعملوا ايه والله ايه علشان حاجات كتير ومنها to make sandals علشان يعملوا منه صندل get taller يطول يزداد طولا get taller ما شاء الله انت كبرتي يا البنت دي كانت صغيرة السنة اللي فاتت دلوقتي she gets taller بتزداد طولا والنبات كمان بيزداد طولا اهتم بيه ورعه وسئيه وهتلاقي ان it gets taller it اللي هو النبات gets taller سواني كده هو get يعني يصبح tall طويل taller أطول taller زين أطول من taller أطول يصبح أطول يزداد طولا get taller get taller get taller get taller get taller من مراحل حياة النبات انه بيطول بيزداد طولا it gets taller process عمليا خدناها خدناها فكر فكر germination process عملية الانبات النمو process عملية الانبات عملية التنفس عملية الهضم عملية process سلسلة من الخطوات وراء بعض مترتبة process process عملية process process again again مرة أخرى again 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 أوعى تفتكر أن لما النبات بيموت فمعنى كده خلاص أن النبات ده انتهى وما بقاش موجود النبات لما بيموت آه بيموت بس بيسيب ولاده ولاده البذور البذور بتقع معاه والبذور لما بتقع في الطربة حتطلع نباتات جديدة فهنقول كده ان the process العملية begins again بتبدأ again مرة أخرى هكتبها لك حاضر يا سلام عناية the process العملية عملية دورة حياته دي the process begin بس العملية مفرد يبقى زود اس begin زي يعني تبدأ ولو قلت start وزودت اس برضو صح starts بتبدأ هي هي begin وstart يبدأ العملية تبدأ again مرة أخرى وقع البذرة فتبدأ البذرة تطلع نبات تاني وبعد كده النبات يموت ويوقع بذوره والبذور تطلع نبات تاني دورة حياة العملية تبدأ مرة أخرى again again كلمة weather يعني طقس weather 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 هنقسمها حبيبي w e a t h e r weather weather baskets سلال كلمة basket السلة الوحدة basket طيب دول هزود اس دول جامع baskets سلال إيه علاقة السلال بدرس النهاردة the ancient Egyptians the ancient Egyptians قدماء المصريين used papyrus يستخدموا نبات البردي to make baskets علشان يعملوا سلال and sandals وصندل baskets سلال baskets سلال جامع سلة face face يواجه face يواجه والماضي faced واجهة الاتنين دول بيواجهوا بعض يعني وشهم في وش بعض والsunflower بتواجه الشمس بيكون وشها كده في وش الشمس تواجه الشمس فنقول كده it faces the sun نقول يا ابطال it face نزود اس علشان اتمن اصحاب الاس it faces هي بتواجه the sun الشمس face faced فعلي منتظم germinate ينبت germinate germinate بينبت بينمو germinate من بذرة لنبات فالموضوع ده germination in bed germinate 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 أما germination فأنا هشيل هشيل ال-e وأزود i-o-n تبقى germination أما germinate ينمو فعلي منتظم زود دي بقى germinated نمى germinate drop يسقط drop بيوقع drop 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 الفعلي ده منتظم أوكي هنلاقي آخره حرف ساكن هو p وقبله o اللي هو حرف متحرك فالقاعدة بتقولك لما تلاقي كده ضاعف وكرر الساكن خلي اتنين خلي اتنين وضيف ال-ed يبقى الماضي dropped drop dropped والجملة بتقول ان the plant النبات في أواخر حياته وفي أواخر أيامه drop بس النبات مفرد يا مستر يبقى الفعلي هنضف له s the plant drops النبات بيسقط انت بتوقع ايه نبات the plant drops its its ملكه its seeds بذوره the plant drops its seeds النبات بيوقع بذوره the plant drops its seeds يا أولاد the plant drops its seeds يا أولاد النبات بيسقط بذوره put يضع ماضيها put وضع ده فعل غير منتظم لان مفيش ed بقى ده فعلش هاز put the plant ضاع النبات in the sun في الشمس put put begin يبدأ لسه قيلها حالا وانا بقولك ايه وانا بقولك ان the process العملية begins begins بتبدأ again مرة أخرى بعد ما النبات يوقع بذوره ويموت العملية تبدأ مرة أخرى begin يبدأ زي start begin 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 وماضيها began بدأ begin began begin began وعندي get يصبح لسه قيلها get taller يطول get ماضيها got 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 taller يعني طول get got get got get got get got get 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 ماضيها got got بص على الجمل الخطيرة plant the sunflower seed ازرع ازرع بذرة عباد الشمس in soil في التربة عملت كده put it in sunlight ضعها في ضوء الشمس and water it تمام اسقيها بقى اسقيها بقى and water 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 it وسقيها the seed germinate عملت كده تمام البذرة هتنبت the seed germinate and it وهي seed البذرة starts زي begins يا بابا starts بتبدأ to grow roots يطلع جزور حفظيا under the soil يا مستر من غير ما بص جزور تحت التربة under the soil اول حاجة بتطلع الجزور يا ولادي الجزر the seed germinate البذرة تنبت and it starts to grow root وتبدأ تطلع جزور under the soil تحت التربة بعد الجزور تطلع النبتة من فوق the seed the seed البرعم النبتة grows البرعم ينمو النبتة بتطلع ويتنمو من غير ما بص يا مستر above the soil فوق التربة the seed grows above the soil النبتة بتطلع فوق التربة وبعد كده تكبر وتطلع أوراق and it grows leaves وتطلع أوراق the sun flower the sun flower ودلوقتي نبتة عن بادي الشمس بقى اللي خلاص لي جزوره وطلع وأوراقه وبتاع opens الزهرة تفتح وتبص على الشمس وتبص على الشمس تواجه الشمس and faces the sun the sun flower opens and faces the sun the sun flower opens بتفتح and faces وتواجه the sun the sun flower opens and faces the sun ونيجي بقى لآخر حاجة the sun flower dies بتموت توقع البذور بتاعتها علشان يطلع غيرها and drops وتسقط توقع its seeds بذورها the sun flower dies بتموت and drops وتوقع its seeds بذورها طيب عاوز جملة عالبابايروس نبات البردي بابايروس نبات البردي is a very special plant special خدناها كتير قوي مميز هو نبات مميز جدا نبات من طبع او له طبع خاص بابايروس is a very special plant بابايروس is a very special plant ancient Egyptian او ممكن اقول ancient Egyptians بقى قدماء المصريين مالهم used ماضي استخدموا بابايروس نبات البردي to make paper علشان يعملوا paper دا يا مستر paper و باسكتز و سندلز وسلال و سندل و ورق paper يعني ورق ancient Egyptians قدماء المصريين لما اتكلم عليهم استخدم زمن الماضي used استخدموا بابايروس استخدموا نبات البردي ممكن بدل ما تقول اسمه تقول الضمير used it استخدموه to make لكي يصنعوا paper ورق to make baskets لكي يصنعوا سلال to make sandals لكي يصنعوا سندل they made ماضي هما عملوا sandals and baskets عملوا سندل وسلال from من بابايروس من نبات البردي they made استخدم الماضي تبتتكلم على الانشنت Egyptians they made عملوا sandals sandal and basket وسلال from from يعني من من بابايروس من نبات البردي بابايروس نبات البردي محتاج a lot of water الكثير من الماء علشان كده بتلاقيه عند الأنهار محتاج مية ومحتاج حاجة كمان and warm weather وطقس دافي والاتنين متواجدين في مصر عنده نهر النيل المية والطقس الدافي فنبات البردي يقولك بس أنا هطلع هنا a virus needs نبات البردي محتاج a lot of water الكثير من الماء and warm weather warm يولاد يعني دافي warm weather warm weather طقس دافي papyrus grows in the nile delta اه طبعا ما هو محتاج مية وطقس دافي فعلى طول عنده دلتا النيل واطلع يا papyrus خذ راحتك يا papyrus في ال nile delta في دلتا النيل papyrus grows نبات البردي ينمو in the nile delta في دلتا النيل near the river وريب من النهر ودي اخر سلايد يبقى المرحلة اللي جاية بقى اننا هنفتح كتابنا يا ابطال يلا فتاحوا كتابكم فتاحنا كتابنا كلنا يا ابطال يلا بينا نراجع بسرعة كده على الكلمات اولا first التالي next بعد after بعد ذلك after that اخيرا في النهاية finally نبات البردي papyrus حزاء مفتوح او صيفي تقول sandals دورة حياة life cycle مرة اخرى again the process begins again العملية بيتبدأ مرة اخرى بسرعة quickly quickly tux weather علشان اقول warm weather tux دافي papyrus needs نبات البردي محتاج warm weather a lot of water مية كتير and warm weather طيب السلال baskets جمع سلة يزداد طولا get taller عملية process الافعال المنتظمة يواجه face واجهها faced ينبت germinate والماضي germinated يسقط drop والماضي dropped اسقطة الافعال الغير منتظمة يبدأ begin وماضيها began بدأ يصبح get علشان اقول get taller والماضي got اصبح عندنا جمل اول حاجة the life cycle of a sunflower دورة حياة ظهرت عباد الشمس اول حاجة plant the sunflower seed in soil ازرع بذرة عباد الشمس في الطربة زرعت and water the seed اسئل بذرة سأت the seed germinates البذرة تنبت واول حاجة تطلع الجزور and it starts to grow roots تبدأ تطلع جزور under the soil تحت التربة بعد كده الشوت النبتة the shoot النبتة الصغيرة grows بتنمو above the soil فوق التربة وتطول تطول تطول and it grows leaves وتطلع اوراء بعد كده the sunflower opens and faces the sun ظهرت عباد الشمس تفتح وتواجه الشمس وبعد كده the sunflower dies بتموت ظهرت عباد الشمس تموت ولما تموت and drops وتسقط توقع at seeds بذرها علشان علشان العملية تبدأ مرة أخرى علشان the process begins again طيب مستر الديني كم جملة كده على البابايروس على نبات البردي نبات خاص جدا قدماء المصريين استخداموا نبات البردي علشان يعملوا وراء they made وعملوا sandals and baskets sandals و basket سلال from papyrus من نبات البردي papyrus needs نبات البردي محتاج a lot of water كثير من الماء and warm weather وتقص دافئ يبقى أهلا بك يا papyrus in the nile delta في دلتا النيل papyrus grows نبات البردي بينمو in the nile delta في دلتا النيل near the river بالقرب من النهر طيب تعالى نتكلم على the life cycle of a sun flower دورة حياة ظهرة عباد الشمس من أول بص بزرة تبدأ تنبت shoot هنا أوراقها تطلع هيفتح ويواجه الشمس هيموت ويوقع البزور وتبدأ البزرة تعمل تاني يلا بزرة في الأرض دورة حياة life cycle علشان أقول لك الخطوات مترتبة هستخدم الكلمات الترتيبية first أولا next after after that finally first أولا حضرتك you plant the sunflower seed أول حاجة أنت بتزرع بزرة عباد الشمس in soil في التربة وعمل اللي عليك wire the seed اسئل بزرة حلو عاوز تزود put it in sunlight وضعها في ضوء الشمس عسل next بعد ذلك تبدأ البزرة تنبت the seed germinates وأول حاجة تطلع الجزور and it starts to grow وتبدأ تطلع it starts to grow يا مستر هولئ it grows على طول كده تطلع ماشي بتطلع roads جزور under the soil تحت التربة بعد كده بقى فوق التربة الشوت البرعم النبتة after that بعد ذلك the shoot grows النبتة تنمو تنمو above the soil فوق التربة it هي النبتة دي بقى grows leaves تطلع أوراق it gets taller تصبح أطول 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 after وبعد about four months ياه كتير قوي يعني محتاجة صبر after about four months بعد أربع شهور يعني هنستنى أربع شهور آه استنى أربع شهور حوالي أربع شهور after about four months the sun flower opens and faces the sun the sun flower opens زهرت عباد الشمس تفتاح and and face is the sun وتواجه الشمس the sun flower opens and face is the sun وبعد ما كبرت وفتحت وواجهت الشمس finally وفي النهاية finally وفي النهاية إيه لها يحصل the sun flower dies زهرت عباد الشمس تموت and drops وتوقع its seeds بزرها بس ما تزعلش استنى بعد ما توقع بزرها the process العملية begins تبدأ again مرة أخرى the process begins again العملية تبدأ مرة أخرى finally the sun flower dies بتموت and drops وتسقط its seeds بزرها the process begins again العملية تبدأ مرة أخرى استخدمت الكلمات الترتيبية علشان أرتب life cycle دورة حياة زهرت عباد الشمس وبعد الكلمات الترتيبية بجيب come first and come next and come after that and come after about three months بعد حوالي أربع شهور come finally في النهاية come دلوقتي بقى الطماطم زعلانة الطماطم بتقول تنستوني يا ده أنا اللي بدأت معاكم الوحدة أنا الطماطم فاكر tomatoes are green before they are red الطماطم خضراء قبل ما تبقى حمراء فاكر tomatoes have seeds inside الطماطم بها بذور بالداخل نستوني كده ورحتوا للsun flower لا يا طماطم ما تزعليش تعال انت كمان نتكلم عن دورة حياتك يا طماطم the life cycle of a tomato دورة حياة الطماطماية وهي زي عبد الشمس فيه اختلاف بسيط جدا نفس المراحل يعني first أولا you plant the tomato seed انت بتزرع بذرة الطماطم in soil في الطربة وتعمل اللي عليك you water it بتسقيها you put it in sunlight وضضعها في ضوء الشمس بعد كده next وكما the seed germinates البذرة تنبت تنبت يعني يعني أول حاجة جزور تحت التربة and it starts to grow it starts to grow تبدأ تطلع واحد يقول لي مثلا أنا هقول it grows بتطلع ماشي roots جزور under the soil تحت التربة وبعد كده الشوت بقى النبت above the soil after that بعد ذلك the sheet grows النبت تنمو above the soil فوق التربة it grows taller بتنمو أطول مستر أقولها it gets taller زي ما خدنها أيوة يا بابا صح it gets taller بتطول after a few weeks بعد أسابيع قليلة أسابيع هنا فوق في sunflower كنا بنقول after about بعد حوالي four months أربع شهور هنا في اختلاف بقى after a few weeks a few يعني قليل بعد أسابيع أليلة the plant grows leaves flowers and tomatoes أيوة وطماطم أيوة بقى tomatoes النبت يطلع ثلاث حاجات after a few weeks بعد أسابيع قليلة the plant grows leaves flowers and tomatoes the plant grows النبت يطلع ثلاث حاجات leaves flowers and tomatoes finally وفي النهاية آخر حاجة the tomato plant dies برضو نبات الطماطم بيموت ويوقع بذوره والعملية تبدأ مرة أخرى the tomato plant dies and drops its seeds ويوقع بذوره the process begins again والعملية تبدأ مرة أخرى ده دورة حياة الطماطم طيب نبات البردي البابايروس تعالى نقول حاجة صوبة يارى على البابايروس مش هنتكلم في دورة حياته ده إحنا بس هنقول هو فايدته إيه؟ ومهم إليه؟ ومحتاج إيه علشان ينمو وبينمو فين؟ الكلام اللي احنا قلناه فوق فنبات البردي لو انت مثلا اطلب منك paragraph على البابايروس فابدأ بالجملة دي papyrus is a very special plant نبات البردي نبات خاص نبات مميز جدا papyrus is a very special plant it's famous because هو مشهور علشان إيه اللي شهره because ancient Egyptians قدماء المصريين أكيد هستخدم زمن الماضي used papyrus علشان ancient Egyptians قدماء المصريين used papyrus استخداموا نبات البردي to make paper علشان يعملوا وراء وإيه كمان؟ with sandals with baskets they also هم أيضا made صنعوا ماضي made صنعوا sandals and baskets sandal وسلال عملوا from papyrus من نبات البردي بتنمو فين ومحتاج إيه يا نبات البردي محتاج حاجتين مية كتير وتقصي دافئ papyrus needs محتاج a lot of water الكثير من الماء and warm weather وتقصي دافئ to grow quickly لينمو بسرعة يدوني الاتنين دول وأنا هطلع بسرعة grow quickly طيب يا سيدي إحنا هنحطك في nile delta هتلاقي الحاجتين دول موجودين it grows بينمو in the nile delta في delta nile near the river بالقرب من النار it grows in the nile delta near the river عندنا نص الاستماع اعتبر بقى أو أول سؤال عندنا الاستماع اعتبر أن ده نص الاستماع وبناء عليها نحل يلا papyrus is a very special plant نبات مميز جدا ancient Egyptians used papyrus استخداموا نبات البردي to make علشان يعملوا paper وراء papyrus needs بيحتاج a lot of water الكثير من الماء and a wizard يولاد وتقصي دافئ to grow quickly papyrus grows نبات البردي بينمو in the nile delta في delta nile near the river هنا بيقول لي the sunflower opens and faces the sun بتفتح وتواجه الشمس baskets and sandals السلال والسندل دول اللي جايين من نبات البردي دول ما لهم in ancient Egypt في مصر القديمة were made from مصنوعين من كانوا مصنوعين من papyrus من نبات البردي the sun flower dies زارة عباد الشمس بتموت and the life والحياة or the life cycle ودورة الحياة begins again تبدأ مرة أخرى life cycle دورة الحياة papyrus needs a lot of water بيحتاج الكثير من الماء and warm weather وتقصي دافئ to grow quickly علشان ينمو بسرعة عندنا useful مفيد drink يشرب grow ينمو أو يزرع أو يو زيت yellow أصفر a sunflower ظهرت عباد الشمس is a big flower ظهرة كبيرة it's always a in color yellow in color دايما صفراء sunflowers نباتات عباد الشمس أو ظهور عباد الشمس need a lot of sun محتاج شمس كتير to grow لكي تنمو sunflower seeds بزور عباد الشمس also have a lot of بها الكثير من a in them والناس people use it for cooking بيستخدمو فالطبخ يبقى فيها oil زيت in them and people use it والناس بيستخدمو for cooking a lot of kinds foods علشان يطبخوا الكثير من a lot of kinds of foods الكثير من أنواع الطعام such as rice زي رز fried potatoes بطلس مقلية and onions وبصل it's a very beautiful and a flower هي ظاهرة جميلة جدا ويوسفل ومفيدة it's a very beautiful and useful flower عندنا roots جزور sun شمس after that بعد ذلك germinates ينبت months شهور first أولا you plant the sunflower seed in soil أنت بتزرع بزرة عباد الشمس في التربة أول حاجة ازرع البزرة في التربة you water it بتسقيها next بعد كده the seed germinates يا أولاد البزرة بتنبت and it starts to grow roots وتبدأ تطلع جزور under the soil تحت التربة أول إيه بقى وكما after that بعد ذلك the seed grows البرعم أو النبتة بتنمو above the soil فوق التربة after بعد حوالي four أربع شهور four months it opens بتفتح and faces وتواجه faces the sun عندنا قطعة بتتكلم على الـ papyrus هيطلب مني إن أنا summarize the text خلي بالك ألخص النص النص كله in one sentence في جملة لخص النص في جملة حنقرأ النص نفهمه ونلخصه في جملة واحدة نشوف إيه أهم حاجة هنا أو بيتكلم عن إيه كانوا بيزرعوا الكثير من النباتات near the river القرب من النهر نبات البردي كان نبات مميز جدا it was very useful to the ancient Egyptians على فكرة الجملة دي هتبقى أخطر جملة هي دي المرخص كان مفيد جدا لقدماء المصريين نبات البردي the ancient Egyptians used the papyrus فقدماء المصريين استخدموا نبات البردي to make paper علشان يعملوا وراء the ancient Egyptians also used the papyrus وأيضا استخدموا نبات البردي to make sandals and baskets علشان يعملوا sandal وسلال papyrus needs a lot of water نبات البردي محتاج مياه كتير and warm weather وطق سدافي to grow علشان ينمو it grows بينمو in the Nile دلتا في دلتا النيل near the river بالقرب من النار لخص كل ده جملة كده أهم حاجة هنا papyrus was very useful to the ancient Egyptians نبات البردي كان مفيد جدا لقدماء المصريين فهي دي الجملة اللي هتتحط هنا يا أولاد في التلخيص أنا شايف اني دي أهم جملة هنا طيب the general idea الفكرة العامة general idea الفكرة العامة of the text للنص is about عن papyrus واخد خطحت worm فبسأل في عكسها the opposite عكس the opposite of the underlying word worm عكس كلمة worm اللي هي دافي دافي عكسها إيه؟ دافي عكسها cold بارد حاجة دافية وحاجة بردة what does papyrus need ماذا لبات البردي بيحتاج to grow بيحتاج حاجتين هقوله بيحتاج papyrus needs بيحتاج a lot of water الكثير من الماء and warm weather وطقس دافي عاوز تقوله to grow تمام وكتبها لي هنا طيب هنيجي للبانكتويتشن why do farmers grow sunflower ليه الفلاحين بيزرعوا عباد الشمس هنبدأ بcapital letter بحرف capital وفي الآخر question mark علشان بسأل papyrus grows in the nail delta p capital هو الراجل حط النقطة بس في حاجة تانية grows عادية in عادية z عادية nail عمل n capital بس delta لا d capital المفروض يا ولاد nail delta delta nail nail delta delta تانيل ال n و d capital هنيجي بعد كده للparagraph والمرضي بنصالح الطماطم اكتر اتكلم عن the life cycle of a tomato دورة حياة الطماطم seed بذرة germinate ton bit تعال ننتقل لطريقة عرض بقى تانية نشوف كروت الparagraph علشان ناخد screen shot لكل صورة هتظهر لنا ونبص مع بعض ونشوف الparagraph السهل ده يتعمل بذرة الطماطم in soil في التربة you water it وبتسقيها بتعمل اللي عليك دي اول حاجة تاخد screen shot لها يا بطل first you plant the tomato seed in soil you water it طيب بعد كده بعد كده بقى next the seed germinate البذرة تنبت يعني ايه تنبت يعني and it grows roots تطلع الجزور under the soil تحت الطربة طيب وبعد كده بعد كده بقى تيجي shoot تطلع above the soil after that بعد ذلك the shoot grows النبت تنمو above the soil فوق الطربة after that بعد ذلك the shoot grows above the soil النبت تنمو فوق الطربة طيب بعد كده the plant grows flowers النبت يطلع زهور and the flowers والزهور become tomato fruits بتصبح ثمر طماط الجملة دي كنا قلناها في اول درس the plant grows flowers and the flowers become tomato fruits ممكن اكمل اه ممكن اكمل اللي هو ايه finally في النهاية the plant dies النبت يموت and drops its seeds ويبقع بذوره the process begins again العمليات تبدأ مرة اخرى ده كده paragraph the life cycle of a tomato دورة حياة الطماطم thank you for watching شكرا جدا المشاهدة السيشان الجاي السيشان مهم جدا يا بطل لازم تحضروا هنراجع فيه على اليانة كلها ونقول برايجرافات الوحدة كلها هتوحاشني كتير جدا لغاية السيشان الجاي سلام يا ابطال goodbye